الله معكم أحبائي آخر تطورات حرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح السادس عشر من أكتوب لدينا تطورات في عدة اتجاهات الكوات الروسية تواصل الاشتباك مع الأوكران طبعا في اتجاه كيرسك ولكن اللافت أنه اليوم الثاني على التوالي الوحدات الأوكرانية تشنه هجوما كبيرا في محاولة لاستعادة من خسرته في كيرسك ولكن الكوات الروسية رغم كل ذلك استطاعت التقدم والسيطرة هنا بالقرب من كولماكوف طبعا على طول الطريق السريع المؤدي إلى ضواحي سوجة هنا تقدمت الوحدات الروسية بعمق يصل إلى كيلومتر ونصف وعلى امتداد 2.9 كيلومات وسيطرت على ما يقرب الثلاثة كيلومترات مربعة في هذه المنطقة وطبعا كما شرط تقدم نحو قرية كولماكوف الاتقع على هذا الطريق المؤدي لضواحي سوجة الشمالية بالتزامل مع عمليات عسكرية للوحدات الروسية باتجاه ماخنوفكا وبالتالي يعني يبدو هجوما شاملا باتجاه المنطقة هنا ككل للتقدم على طول المنطقة هذا أذكركم أحبائي أنه في المنطقة هنا في ميخروفكا في هذا الاتجاه الوحدات الروسية تواصل هجماتهم ولكن الكوات الأوكرانية أيضا تتصدى تعلم الكوات الأوكرانية أنه في حال تقدمت الكوات الروسية وسيطرت على هذه البلدة ستقطع الطريق الامدادات للكوات الأوكرانية باتجاه مارتينوفكا لذلك تسعى جاهدة لمنع الكوات الروسية من تحقيق ذلك أما على صعيد الجهة الغربية فالوحدات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني كبير في هذا الاتجاه تنطلق الوحدات الأوكرانية بهجماتها في هذه المنطقة لإعادة توسيع أو إبعاد الروس عن بعضهم البعض كما شاءنا فقل سابق يحاول الروس وصلتين المنطقتين ببعض ما إضافة إلى ذلك تسعى الوحدات الأوكرانية للضغط على الروس في هذا الاتجاه أيضا لإبعادهم وأيضا في المنطقة هنا طبعا المعارك كبيرة ولكن أيضا هناك معارك أكبر في اتجاه المنطقة هنا الوحدات الروسية تحاول التقدم على طول المنطقة هنا ولكن الوحدات الأوكرانية أيضا تتصدى لذلك تلاحظون أنه في كل اتجاه كل فريق لديه هدف معين لديه غاية معينة والمعارك كبيرة في هذه الاتجاهات أيضا في اتجاه منطقة خاركيف داخل منطقة كوبيانسك كانت الوحدات الروسية تحرص تقدما في هذه المنطقة هنا بالقرب من بيشاني استطاعت الوحدات الروسية الاقتراب ما بين هاتين القريطين التي تسعى للسيطرة عليهم منذ فترة طويلة لقطع محور كريمينا كوبيانسك كزفاتوفو إلى عدة أقسام وبالتالي هذا ما تحاول القوات الروسية فعلها وبالتالي تقترب الوحدات الروسية في هذه المنطقة هنا من أهدافها تقدمت الوحدات الروسية بعمق يصل إلى 645 مترا على امتداد 1.4 كيلومات أي بما مساحته تقريبا نصف كيلوماتر مربع سيطرت على كامل هذه المنطقة وتحاول على مبدو الدخول إلى هذه القرية من الجهة الشمالية تضغط بشكل كبير عليها وأيضا تحاول الدخول إلى القرية الأخرى من الجهة الجنوبية الشرقية وبالتالي المعارك كبيرة بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية معركة مفصلية بالنسبة للوحدات الروسية التي تفعل جاهدة لتحقيق هدفها بالتزام مع اشتباكات بالقرب بين بيترو بافليفكا بعد أن دخلت القوات الروسية منذ خمسة أيام إلى بيترو بافليفكا طبعا سبق وذكرت لكم أن بيترو بافليفكا طبعا تمتد على مسافة كبيرة وبالتالي الأمر ليس سهلا لذلك عمليات القوات الروسية انطلاقا من هذه المنطقة هنا كلها تهدف للضغط على هذا نقول الانتشار الأوكراني في المنطقة هنا أيضا أحباهي فيما يتعلق باتجاه دانيات كان هناك معارك بين الوحدات الروسية ووحدات الأوكرانية في اتجاه أبليدار تقدمت الوحدات الروسية إلى غربي من فوديان هذا التقدم الروسي هنا كان بعمق يصل 1.7 كم وفي هذا الاتجاه يصل 2.5 كم أي ما مساحته الإجمالية 2.1 كم منبع الوحدات الروسية كما أشارت لكم بالأمس تحاول قدر الإمكان السيطرة على هذه المنطقة على طول الطريق السريع تحاول السيطرة عليه والدخول إلى هذه القرية من الجهتين الجنوبية والشرقية تحاول الضغط قدر الإمكان على الوحدات الروسية الموجودة في هذا النطاق ولكن خط اللحظة نجحت هنا وتواصل العمل إضافة إلى ذلك يتواصل الاشتباك مع القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه من المنطقة هنا وفي اتجاه لفادي تضغط القوات الروسية قدر الإمكان نحو هذه الجهات في مسعى منها للسيطرة على المنطقة هذا وبالتالي كما تلاحظون الوحدات الروسية فتحت جبهات إضافية لزيادة الضغط على كل تجمع عن القوات الأوكرانية طبعا كل ذلك كي لا تستعين القوات الأوكرانية كي لا تنقل القوات من منطقة إلى منطقة أخرى أحبائي هذه كانت طبعا تقدمات وتطورات صباح اليوم أي جديد سوف يكون به لاحقا رجاء لا تنسوا الانضمام إلى القناة وشكرا لوقتكم الثمين وللقاء بفيديو آخر